شارك عدد من القادة الأفريق في جلسة المشاركة حول تعزيز الشراكة لتحقيق أجندة 2063 ضمن فعليات القمة الأفريقية الأمريكية التي تصطدفها العاصمة الأمريكية واشنطن وفي كلمة له أمام القادة الأفريق دع رئيس الأمريكي جو بايدن إلى تمثيل دائم لأفريقيا في جميع المنظمات الدولية بما في ذلك مجموعة العشرين ومجلس الأمن الدولي يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمريكونا أنهم على اتصال بالهند مستظيفة قمة مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن نظم الاتحاد الأفريقي كعضو في المجموعة